بخطوات مهزوزة والنظرات تائها حاول فاشلا إخفاءها بالتقنية الهوليودية المستخدمة في دعايته التسويقية تهدى إلى المنصة وأمامه استفى المزيد من الحطب لنار انقلابه العسكري وحربه المعلنة على الشرعية ضحايا جدد وقربان آخر يكسب به رضاء لبن زايد علّه يصلح ما أفسدته هزائمه في طرابلس التي تضاف إلى سجل حياته المثير للشفقة الذين إذا لقوا العدو النصر كان بجانبهم كلماته مبعثرة لم يعرف من أين يبدأ أو متى ينتهي من خطابه غير المقنع حتى للشباب الواقف أمامه والمستعد لدفع ثمن مغامرته ذات الفواتير الباهظة مالا وأرواحا حاول قدر الإمكان التماسك وإعطاء صورة الصامد في مكانه لكن الحقيقة لم تكن تحتاج خبيرا ليعرفها بل كانت تسردها حركاته المتوترة وتلعثمه الواضح الهزيمة المذلة حتى أسوار سرد صمت أذنيه وأصابته في مقتل هزت صورته في معقله شرقا وكشفت بهرجه الخداع جنوبا ومرغت رأسه في وحل الخسارة غربا لتذكره بماضيه المخز المليء بتجارب الخيانة والوقوع في الأسر والانسحاب التكتيفي الوهمي هي نهاية مشواره الدموي بات التالوح في أفق المشهد الليبي شيئا فشيئا تاركا مكانه للأذرع الإقليمية والدولية التي حركته كدمى مزرح الأطفال مفسحا المجال لروسيا والفاغنر بعد أن تحولت أرتال أبناء الشرق الذين هاجم بهم طرابولوس إلى هباء منثور ولم يبقى منهم أحد ليشهد على نكثه بالوعود ومغادرته ساحة المعركة دون رجعة اليوم يقف أصحاب القضية على أهبة الاستعداد للموت في سبيل استرداد ولو متر واحد دنسته أقدام خاليط مرتزقة حفتر منتظرين أوامر التقدم في دوروب النصر القريب فيما يقف آخرون وعلى وجوه منظارات الخوف والريبة والشك في انتظار إعاز قائدهم المهزوم بالتحرك نحو السراب ترجمة نانسي قنقر